موسيقى دعن اي مساء الخير نغمة جديدة قديمة رجعت تعزفة ايران لدول المنطقة بزروة الازمة بين وبين الولايات المتحدة قدمت ايران اقتراحات متعددة للحوار والتعاون مع بلدان المنطقة واحد هذه الاختراحات توقيع اتفاقية عدم اعتداء مع الدول المجاورة ولا يزال هذا الاقتراح مطروحا على الطاولة مساعد وزير الخارجية الايرانية للشؤون السياسية والدولية عباس عرقجي قال ان بلاده ترحب بالحوار مع اي دولة من دول الخليج لاجاد علاقات متوازنة ونظام مبني على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وقال المتحدث بس بالخارجية الايرانية عباس موسوي ان طهران تأمل في موافقة الدول الخليجية على اقتراح ايران بتوقيع اتفاقيات عدم اعتداء في احلى من الحوار وعدم الاعتداء طيب الجيوش مش مش تبكي يعني ما في حاجة نحكي عن عدم اعتداء بخصوص الميليشيات المدعومة من ايران شو؟ مثلا الحوسي شو وضعه بظل اتفاقية عدم اعتداء؟ لا لماذا اعتداء ايراني؟ ألا يحق لليمن ان يدافع عن نفسه؟ يعني ايران لا تقوم بهذه العملية يعني ليس هناك ايراني يقوم بمشاط عسكري من اليمن ضد السعودية صحيح الحوسي عم بدافع عن نفسه بعد ما انقلب على الشرعية اليمنية بعد ما احتل العاصمة بعد ما جرب ياخد جنوب اليمن بعد كل هول في حدا رد عليه رد على الانقلاب صارت القصة ان الحوسي عم يدافع عن حاله طيب وحزب الله كمان عم يدافع عن حاله وقضية داخلية والميليشيات العراقية عم يدافع عن حاله وقضية داخلية كله اللي بيشتغلوا عند ايران بالكبير ووقت الجاد بيقول لك الايراني خي ما خصني هايدي قضايا داخلية يا عم هيدا عدوان ايراني لا انه يعني مش عدوان اصلا ايران ولا مرة اعتددت انا هيك رأيي بالنسبة للحراك الايراني نحو جيرانه او دول الجوار ليس جديدا منذ انتصار السرع الاسلامية في الجامهورية الايرانية وقيادة الايرانية تقدم المدارات نحو علاقات جيدة مع الخليج نحو علاقات حسن الجوار لم تكن ولا مرة عدوانية شو عم نتلم بس حدا ازا بيستطيع يقول يعطيني مرة انه كانت الجامهورية الاسلامية اظهرت عدائيتي ها نحو دول الخليج ابو السوس فواتق بالحير معلی اعطي مثل عم اطالب اعطي مثل مسأله جنج واقش اینست که او اولی که انقلاب شد ما شعارهای تند هم دادیم بازیان صدور انقلاب و امروز ايران و فردا ايران و باز فردا کجا از این شعارهای تند سبب شد چش بره للمجابر و ها شا تقول بنام هيدا احد اركان الثورة الايرانية حسین منتظري عم بيقول انه مسألة تصدير الثورة اقلقت وازعجت الدول المجاورة ووترتها والحكي عن تصدير الثورة بعد تسع شهور من عودة الخميني صار مبدأ دستوري فات بالدستور قبل تسع شهور كانت السعودية اعترفت بالنظام الجديد مدت النظام بمساعدات نفطية تصريحات المرحومين الملك خالد ولي العهد الامير فهد بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس وزراء الامير عبدالله بن عبدالعزيز كلها كانت انه اسلامية الثورة رح تعزز العلاقات السعودية الايرانية اعترفوا بالنظام مدوا ايدو نحكيوا كلام طيب كله قبل مبدأ تصدير الثورة اللي ما بقي بالمناسبة حبر على ورق بالنسبة للسعودية هي انتفاضة احدثت انقلابا جذريا في نفوس الجماهير فهي وجه بارز في صراع الحق مع الباطل ايها الناس افيقوا وسلكوا درب الحسين شعارات علت صادحة بالحق الانتفاضة المجيدة التي صنعها دم اهل القطيف خطت نهجا جديدا في مسيرة المنطقة الشرقية ولعلها من اهم الاحداث التي مرت بشيعة المملكة في العصر الحديث انتفاضة جاءت في اعقاب انتصار الثورة الاسلامية في الجمهورية في ايران وحالا من الغليان الثوري اشتاحت المنطقة ككل تأثيرا وتأثرا بتلك الثورة بقيادة الامام الخميني رضوان الله عليه هذا الحكي بنوفمبر ديسمبر 79 يعني بعد تسع شهور من عودة الخميني على ايران رفعت صور الخميني بقلب السعودية رددت شعارات الثورة الايرانية بقلب السعودية لا بل اللي نظم التظاهرات هي منظمة اطلقت على حالة اسم منظمة الثورة الاسلامية في جزيرة العرب كان بوقت الاعلام الايراني باللغة العربية عم يركز على انه النظام الملكي بشكل عام هو نظام غير اسلامي لا يتفق مع القواعد الاسلامية واللي هو اوضح تحدي عقائدة وتهديد ومس بشرعية النظام السعودي الملكي هذا مين كان عم برويج له اعلام الخميني باللغة العربية قبل القطيف بأسابيع كان الحجاج الايرانيين بلشوا يوضعوا بمكة بالحاج مواد دعائية حول الثورة يعني المشكل السعودية الايرانية ما الو علاقة بحرب صدام مع ايران هيطف نيصا اذا شي الحرب هي نتيجة العدوان الايراني الايدولوجي على المنطقة شاهد مثالي هم میبرد که شما ها دل ما رو تحریک میکنید شرا زیاد یادتون هست با من هم تحریک میکردیم نمونا های یادتون هست برنامه های تلویزيون ايران سر تا پا تحریک قرار بود يعني آقا خمینی میگفت صدام جالت نمیکنه حمله کنه ما میگوتيم بالاخرى صدام به ما حمله میکنه به آقا خمینی من گفت آقا خمینی های دا لا باحث سعودی ولا باحث امریکانی ولا حدا عم بطبل للسعودية های دا براهیم یزدي اول وزیر خارجی لايران بعد الثوره شو عم بيقول عم بيقول نحن استفزينا العراق وصلوك الخمینی اوصل للحرب وكنت حزرت الخمینی من ها الموضوع منتظري عم بيقول تصدير الثوره براهیم یزدي عم بيقول تصدير الثوره الثوره فعلا تصدریت صار فيه احداث بيقلب المملكه ای حوار مع ایران بده ياخد هيدا التاریخ بعین الاعتبار ولا يمكن الا تكون بدایته على الاقل الغائل بنود المتعلقة بتصدير الثوره الموجوده بدستور الخمینی من هلأ الوقتا الوزیر الظریف رح يكون كتير ظریف هو عم بكب حلول غير عاقله وغير موضوعية للشي للمشكل الواضح إلى اللقاء اشتركوا في القناة